الآن الأمور تزداد سوءا يوما بيوم إسرائيل تمنع وتقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي الوقت نفسه تقوم بإطلاق النار على الناس الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات وهذا تكرر أكثر من 14 مرة ونحن أيضا نعرف بأن إسرائيل تقوم بقصف القوافل الشاحنات التي تحمل المساعدات وكذلك تقوم بتدمير منظومة الغذاء في جنوب غزة كيف يمكن للأسرة الدولية أن تسمح بالمجاعة وسوء التغذية أن يتم كيف يمكن أن تسمح لأعمال الإبادة الجماعية ولا نسمع إلا خطابات جوفة وكلام نحن بحاجة إلى فعل حقيقي على أرض الواقع وينبغي أن يكون هناك حضرا على بيع السلاح والذخائر إلى إسرائيل كذلك ينبغي أن تفرض عقوبات سياسية وعقوبات دبلوماسية وحتى اقتصادية على إسرائيل